اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طور النورمال مود وهو طور المعتاد للعبة واللي يمكنك من استكشاف عالم اللعبة بشكل اساسي طور الكريتيف مود اللي راح يمكنك من استكشاف عالم اللعبة بدون اي حدود وايضا راح يكون لديك القدرة على بناء قاعدة خاصة بك طور السيرفايفل مود هنا راح تشعر بالتغيرات الكبيرة في اللعبة حيث راح يكون هناك تحديات اثناء مغامرتك اللي راح تصبح مملوئة بالمخاطر والعقبة التغير الاكبر اللي جاء للعبة هو امكانيات بناء منشآتك الخاصة وانا اقول منشآة وليس منزل حيث راح يكون لديك امكانية لتأسيس منزل وايضا مخازن ومركز ابحاد ومزرعة وغيرها من منشآت التصنيع وعادة التدوير ما تقوم بجمع من عالم اللعبة ورح ايضا يمكنك استخدام بعض انواع المخلوقات الفضائية لجمع المصادر وتجميعها في مخازن خاصة في المنشآة ايضا راح يكون هناك تحديث المصادر اللي يتم جمعها في عالم اللعبة واضافة المزيد منها واللي راح تستخدمها في انشاء وبناء اشياء جديدة في اللعبة ايضا الشي اللي راح يكون ملاحظة عن تشغيلك اللعبة هو تغيرات واضحة في واجهة المستخدمة اللي اصبحت اكثر بساطة واكثر دقة في توجيه اللعب وجعله مطلع على جميع التغيرات اللي يتحدث من حوله هذه بعض التفاصيح والتغيرات الجديدة في التحديد اتمنى المقطع يجبكم ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب ولكموندو الفيفرات سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا اله اللد سبحان كلكم الظالمين زمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة